موضوع الاتفاق النووي ولكن سيادة العقيد هل ترى بأن بعد مرحلة ما بعد خامنئي هل ترى حضور سياسي أكبر للحرس الثوري الإيراني لا شوف هما لحد الآن في إيران لحد الآن مختلفين على موضوع من يخلف خامنئي ولم يجدوا بديلا ولهذا السبب يقولون بأن ربما يكون الحرس الثوري هو الأكثر حضورا على المستوى السياسي ربما لكن نحن وجهة نظرنا نقول أنه إذا مات خامنئي فإن الحرس الثوري الإيراني سوف يضعف كثيرا وربما يتلاشى بل أن حتى الوضع السياسي في إيران سوف يتغير لماذا؟ لأنه إذا جاء بمشتبى ابن خامنئي المشتبى غير مرغوب به من قبل؟ من قبل قادة النظام في إيران النظام أم الحرس؟ لا لا من قبل النظام لأنه هو من منه راح يجي يقود الحرس الثوري الإيراني راح يجي شخص من هذا النظام هم عندهم يسمون تشخيص مصلحة النظام أي مجموعة من الخبراء هؤلاء هم من يقررون من هو المرشد الأعلى ومن هو الرئيس هل ليس الحرس الثوري هو من يحمي المرشد الأعلى؟ يحميه ولكن لا يختاره ويحمي ابنه؟ لا يختاره لا يختاره ولكن إن تم اختيار يختار تشخيص مصلحة النظام يختارون هم المرشد الأعلى أي هم يختارون ولكن يحمونه حتى النهاية يحمونه حتى النهاية إذا اختارت تشخيص مصلحة النظام تشخيص مصلحة النظام لا يزالون حتى الآن مختلفين نهائياً يعني بوفاة رفس جاني حتى هذه المنظومة تشخيص مصلحة النظام طبعاً نظم محلت لم يعود لها دور نهائياً بموت رفس جاني هذا المهم